ايران تتولى رسميا ادارة محطة بوشهر النووية لانتاج الف ميجاوات من الكهرباء بعد سنوات من التعاون الدؤوب بين طهران وموسكو لاتمام المشروع الذي يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف الحقول امتلاك ايران للطاقة النووية لاغراض سلمية بات امرا واقعا ودخلت ايران نادي الدول النووية والتزمت بما يستدعه هذا الاستحقاق من التزامات من معايير السلام النووية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية وذلك لتجنب اي حوادث في هكذا منشآت وهو الامر الذي لفت اليه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المحطة امنة ومضمونة وتمت مراعاة معايير الامان فيها بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومتخصصين روس وايرانيين ونطمئن جميع دول العالم والجوار بانها امنة وسلمية وندعوهم لزيارتها وارسال خبرائهم للتأكد من سلامتها صالح كشف عن وضع حجر الاساس قريبا لمحطة نووية ثانية دون الكشف عن الجهة المنفذة من جهته وزير الطاقة الايراني اعدد مزايا الطاقة النووية والجدوى الاقتصادية والبيئية التي تعود بها على البلاد هذه المحطة ستنوع الطاقة وتعزز امن عرض الطاقة في البلاد وستوفر على الخزينة ملياري دولار سنويا تقوم الدولة بانفاقها على الوقود الاحفوري في محطات انتاج الكهرباء وعليه يمكننا استعادة الاموال المستثمر في بناء المحطة خلال سنتين ونصف فقط برنامج طموح في اطار قوانين تم تبنيها في مجلس الشورى الاسلامي تعمل طهران على تنفيذه خلال السنوات المقبلة ويقضي ببناء عشرين مفاعلا بطاقة انتاجية توازي محطة بوشهر وذلك بهدف انتاج عشرين الف ميجاواط من الكهرباء النووية حيث تقوم ايران حاليا بدراسة عدد من الخيارات للتعاقد مع جهات لتنفيذ هذا المشروع اشتركوا في القناة